اشتركوا في القناة اليوم في عنا يعني من مساء يوم الاربعاء رح يكون في عنا خلو مسار رح يستمر لغاية صباح يوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها يعني هو الان موجود في برج الثور رح ينتقل لبرج الجوزاء القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم والأعمال الأسحار الأورام الأشياء الخبيثة وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 11.24 دقيقة من ظهر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهناعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أن القمر موجود لغاية ساعات الصباح في برج الثور معناته من الآن لغاية ساعات الصباح نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن أيضا إما شراء أو بيع أو استرداد أو ترحيل عقار معين وبرضو هاي فترة جيدة للمناسبات اللي إلها علاقة بالمنزل أو العائلة أو التقارب العائلة وبرضو فترة ممتازة للي هي السهرات العائلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية التثليث الإيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها من اليوم 13-10 لغاية 22-10 ذروتها يوم 17-10 الساعة 10 وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين الشمس وبين زحل وحكينا أنه هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم 16-10 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وتأثيراتها لغاية يوم 22-10 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي وبرضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا وبدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ بتدلها يزاوية دوليا على إطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو الغرق أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو مشاكل إلها علاقة بالبترول نفط غاز أشياء من هذا القبيل وحرائق وإضرابات في قطاع صناعة أو صحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيراتها اللي هو 13 عشرة وعادة هذا الاتصال اللي هو بين عطارد وبين المشتري بيشجع على حدوث اتصالات مهمة جدا وبتشجعنا لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وكمان هاي الفترة بتزيد فيها اتصالاتنا وبتزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 16 عشرة مناسبة للاستقرار وخصوصا استقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك إخلاص محبوبك في هذه الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي طبعا لغاية 5-11 بتصير في عنا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة بين زحل وبين أورانوس وهي تأثيرها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي مع القمر فطبعا في زاويتين ذكرناهم بالأمس رح نذكرهم اليوم لأنه هي من تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأربعة ولغاية صباح يوم الخميس أول زاوية زاوية التسديس الإيجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون الساعة دروتها ساعة 4 و24 دقيقة من مساء الليل اللي هي ليلة الأربعة على الخميس وبتستمر لغاية ساعة الصباح بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فانو أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي أيضا زاوية إيجابية وبتستمر من الآن لغاية ساعات الصباح زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون دروتها الساعة 9 و41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من مساء الليل الأربع على الخميس الساعة 9 و41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يوم الخميس الساعة 5 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء رح يكون من ساعات الصباح معناته بتبلش من ساعات الصباح التأثيرات علينا إننا مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهم من الرسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزوايا اللي رح تصير ما بعد الانتقال واستقرار القمر في برج الجوزاء طبعا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهذه تأثير دروتها الساعة ثمانية وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الفجر وبتستمر لغاية ساعات العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهذه تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء ذروتها ساعة 11.28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح بيكون عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الصباح وطيلة النهار بيصير عندنا الكتفين والذرعين واليدين والجهاز التنفسي أنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل يعني بمعنى آخر هاي الأعضاء اللي احنا ذكرناها جيدة لعمل فحوصات لإلها أو أخذ علاجات لإلها ولكن غير جيدة لإجراء عمليات جراحية بتتعلق فيها بالنسبة لهذا اليوم طبعا العمليات التجميل يوم مناسب جدا ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا جيد هذا اليوم لأمور إلها علاقة بإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء معناته خلق والمسار القادم رح يكون يوم السبت 15 10 رح يكون في تمام الساعة 14 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر خلق المسار حتى تمام الساعة 14 دقائق مساءا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 18 يوم في تمام الساعة 44 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بصير عمره 19 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة طبعا اليوم سعيدة بنسبة 100% القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء حتى يوم 15 عشرة رح يضل في الجوزاء هو الآن سعيد بنسبة 30% في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشرة هو الآن منتحس بنسبة 40% ولكن في ساعات الظهر بتنزل نسبة النحوس إلى 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة هو الآن سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% لأنه بدأ يتجه لتشكيل زاوية تربيع مع المشتري فعشان هيك بيبلش في نوع من أنواع الضغط على المريخ وأيضا إنها اقتربت عملية التراجع فعشان هيك بالفترة هاي في بعض الاتقراب للمريخ فعشان هيك صار منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة بعدين بده يرجع للحوت ويكمل تراجعه هو الآن منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع يعقوا وبلوتو في الجدي ما بيتراجع لأنه أخذ لساني على أن التراجع بلوتو فبظلنا أكررها هو في حركة أمامية لغاية 23 ثلاثة بعدين بيخرج من الجدي للدلو والآن سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل هالفرصة جيدة للأمور المالية وبتكون ممكن تحدث على بعض المكاسب المالية أو الدعم المالي أو الانفراجات المالية أو الحلول المالية اللي بتكون مفاجئة بالنسبة لك ولكن أهم شيء أنه ممكن أنك تعالج استحقاق مالي وبما أنه في خلوم مسار معناته احتمالية ازدياد المصاريف وصرف الأموال بتكون أكثر في هذه الفترة فعشان هيك بدك تنتبه على أموالك بشكل جيد أما من ساعات الفجر بصير هنا نشاط عالي جدا عندكم بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بحاولوا أنك تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم حاولوا أنك تتفهموا الآخرين وابقوا هادئين ما تفوتوا عليكم فرص المصالحة والتسوية وحاولوا أنك تكرروا المحاولات السابقة إذا كان فيها تعطيل في الفترات الماضية الآن الفرصة أقوى أهم شيء أنك ما تستسلم ولكن برضو بدك تنتبه من السرعة وسوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم أنكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الأجواء جيدة ودعم لإلكم بقوة وثقاتكم بأنفسكم عالية أهم شيء أنه فترة خلوة المسار ممكن يصير في بعض الاضطراب هيك تشعر بنوع من أنواع الإحباط ما تخلي سيطر عليك في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما بيصبح يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون هاي الفرص مفاجئة بالنسبة لك وتدخل تحسين على ميزانيتك وبتنشطوا بالاتصالات وزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة وممكن تعالجوا مسائل إدارية وتمولية تطلب منكم توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل الجو بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحكم طبعا هذا الأمر رح يظل ضغط عليكم لغاية ساعات الصباح من ساعة الفجر بتبلش تتحسن الأمور مع الصباح بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر هنا بيخلي الفترة هاي مميزة واستثنائية للأيام القادمة كمان وبدعوك الجولة بذل الجهد من أجل إشاعة السلام أو التفاهم أو التواصل الجيد مع محيطك وتعتبر هاي فترة إيجابية وداعم لإلك بشكل كبير فعشان هيك حاول انك تخذ المبادرة بأي شيء في مكسب لإلك وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن بدأ يقترب من بيت المتاعب فبيكون بيحمل بعض اللقاءات أو الاتصالات أو التعاون ما بينكوا بين الأصدقاء من الآن لغاية ساعات الصباح وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن بدك تحذر من فرض السلطة أو سيطر على الأصدقاء وممكن أحد الأصدقاء يتصرف بتصرف يزعجك حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان لأنه زي ما حكينا احنا منتجه بيت المتاعب فعشان هيك فترة ضاغطة راح تمر من ساعات الصباح بيبلش الضغط أكثر فتطلب منكم الفترة القادمة عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضود لأنه ممكن تعانوا من بعض الركود أو مراوحة المكان وحاولوا أنكم ما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار بتكون مشوشة في الأيام القادمة والظروف مخيبة عشان هيك ما في داعي لاتخاذ أي قرارات حاسمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين وتعزيز العلاقة معهم ولكن في فترة قلو المسار بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ما تجازفوا ما تغامروا ما تنفعلوا وما تتوتروا مع ساعات الفجر الأجواء بتتغير بشكل قوي جدا لا صالحكم يعلنوا القمر رح يوصل لبيت حليف لإلكم فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء خلال هذا اليوم وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغطات فحاولوا أنك تكرروا المحاولة إذا أردتم الدعم والتأييد تعتبر هاي فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك أجواء اجتماعية رائعة جدا ممكن تستغل بعض المعارف أو علاقاتك لحل بعض الأمور برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن بمكان قوي جدا لغاية ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبإمكانكم تعززوا رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن اللي عنده سفر أو عنده تنقلات في هاي الساعات اللي فيها خلو المسار يتفقد أمتعته ينتبه أثناء تنقلاته خصوصا في الشوارع المفتوحة وبرضو يضبط أعصابه وما يعتمد على الحضود من ساعات الصباح بيصبح يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي وممكن يصير في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة وبتواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم إشي أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأنه الجو العام في بعض الصعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الأجواء ما زالت جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي إلها صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عن المصاريف لزيادة وما تغامروا أو تجازفوا في فترة خلو المسار بالأمور المالية وحاولوا إنكم ما تقرضوا أحد الفلوس في هاي الفترة أو تضمنوا حد أو تكفلوا الأجواء ممكن شوي هيك يتركز على بعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحباء أما من ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بالزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاكم فيها لبعض الأشخاص من موليد برج الميزان سفر محتمل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلكم تماما لغاية ساعة الصباح فبتظل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن هنا الفترة جيدة لتعزيز الشركات سواء المالية أو العاطفية ولكن حساسيتك بتكون في أوجها خصوصا في فترة خلو المسار فما تتخذ أي قرار حاسم من ساعة الصباح بتتغير الأوضاع لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فعشان هيك بتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض طيلة اليوم التركيز رح يكون على الأموال المشتركة ولكن بدك تنتبه أنه ممكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم تكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحت شيخوختك وتخذ المبادرة بالاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك إزعاج وعدوات في الأيام الماضية إلا أجواء تقريبا جيدة فيها بعض المكاسب خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنت عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن القمر الآن باتجاه مقابلتكم فعشان هيك بتكون تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة وتنتبهوا لطاقتكم وعصبيتكم في ساعات الصباح بصير القمر مقابلك تماما فبصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوزعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل في العاطفة ولكن بك تحاضروا من الإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معاكم وممكن بعض موليد برج القوس يقعوا في ورطة هم بغنى عنها من وراء العصبية الجو إجمالا فيه نوع من أنواع التوتر فعشان هيك ممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر على مسامع أحد لأنها هاي فترة خالية من الحظ القمر لما بيكون مقابلك تماما طاقتك بتنزل فعشان هيك انتبه لعصبيتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم برضو من الآن لغاية ساعات الصباح لأجواء جيدة لتعزيز العلاقات مع الأحبة والتواصل مع الأبناء أو ممارسة هواية أو نشاط فني ولكن لا تعتمد على الحضوض وما تبالغ بملد ذاتك لأنه من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فرغم تراكم العمل ولكن انتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك تقدروا تنظموا اليوم جدوى الغذاء وتأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر حاولوا أن تخلوا أعمالكم بشكل روتيني بدون اتخاذ قرارات حاسمة وحاولوا أنكم متلتهوا بالقشور والأمور الثانوية واعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي يعني بعض موليد الجدي ممكن يعانوا من بعض الأمور الصحية اللي بتطلب منهم أخذ بعض العلاجات أو المراجعات الطبية وبرضو في تركيز على الأمور المهنية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خلال هاي الساعات من الآن لغاية ساعات الصباح وممكن يظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعائلة اللي تكون شوي متوترة اللي بتطلب منك إنك تكون حكيم في حلها أو تبدل منك جهد للتقرب وتوصيل العلاقات العائلية لا نوع من أنواع التوافق مع ساعات الفجر الأجواب تصير إيجابية أكثر ترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني ممكن يطمئن بالك نسبيا على شيء معين أو تجد حليف يدعم تصوراتك أهمش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا لأمور العلاقة بالسفر والمشاركة في رحلات عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون خلال هذا اليوم في بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات طبعا اليوم مقصود من الآن لغاية ساعات الصباح وتعتبر هاي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء قيادتكم للسيارة وممكن يكون في بعض الأعطال اللي لها علاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية من ساعات الصباح اليوم هذا بصير يعني لو تركيز على الوضع العائلي فبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وحاول أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول أنك تسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته وقدموا المساعدة لا أي شخص بيلجأ لكم أو بيحتاجها هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه